اشتركوا في القناة 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 هذا كله توسعوا فيه ايضا ما فيه من البحرجة والاسراف لكن قبيعة السيف تكون فضة قد نقول بنا يجوز ان تكون زهبة لما احسنت التغيظ الكفار اغاظة المشركين ايش دين ندين الله به لما رامل رامل الانسلام اغاظة للمشركين لما ربط ابو دجانع عصابة الحمراء ويسمونها في الانصار عصابته الموت ربطها واخذ السيف النبي يتبختر به بين الصفين النبي تعجب وقال ان هذه مشي يبغضها الله الا في هذا الموضع الا في هذا الموضع ورد في البخارية قال سمعت ابا امام يقول لقد فتح فتح الفتوح قوم او فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفيم الزهب ولا الفضة انما كانت حليةهم من ليش العلابي والانوك طب نقدام الاسبقاء باعت السيف من الفضة لما رأى انس وذكر الحديث وقال شاب نعروه كان سيف الزبير محل بالفضة انا رأيته قلنا هذا ان لم يكن فيه اللغات كافرين لكافر اما الحديث الذي جاء انهم كانوا يفتحون الفتوح ما كانت حلية سيوفيم الزهب ولا الفضة ها حس روال بخاري في زمن عمر بن عبد العزيز ياربع عن صحابي الجهيل ابا امامه انه قال لقد فتح الفتوح قوم اتحدث عن الصحابة رضي الله عنه فيصفوا اسلحاتهم ما كان حلية سيوفيم الزهب ولا الفضة انما كانت حليةهم العلابي اللي هي الجلود الخان والانوك والرصاص الحقيقة كان هذا معظم 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 سيوف الصحابة هكذا واما من كان يمتلك يجعل قبيعة السيف فضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها بالرصاصة حتى تكون قوية وقبضتها قوية الحديث له سبب انهم دخلوا على ابي امامه فرأى في سيوفنا شيئا من حياة الفضة فغضب وذكر الحديث واخراجه شامنا عمار في بوائدي واتبراني من طريقي من وجه اخر عن سليمان ابن ابي حبيب قال نزلنا حمص قافلين من الروم وراجعين من غزوة الروم فاذا عبدالله ابن ابي زكريا ومكحول فانطلقنا الى ابي امامه يعني الصحابة فاذا هو شيخ هرم فلما تكلم اذا رجل يبلغ حاجاتهم ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ ما ارسل به وانتم تبلغون عنا وهذا كلام للتابعين والحقيقة انهم قالوا المنع او لا وهذا صحيح التجنب او لا لكن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كانت فضة فمن عارض ذلك فقد تنطع وكان ذلك الارهاب العدو وتكسير نفسيات ومعنويات العدو يقول لك الناس اصلا ايدا لسيفهم من الذهب والفضة دمتلكوا الدنيا باسره فيسلمون يعني وخافون وهنا الاشكال في انكار ابي امامه نقول انكار ابي امامه في ذلك كان على التوسع لا على ان تكون قبيعة سيف من الفضة وقلنا هذه اغاظة الكفرين واغاظة الكفرين دين الله دين الله بي الحكم يدور مع التي حسد دارت فرق بين العام الذي يوقع على عمومه والعام المخصوص قال الذي يشرب في ناء الفضة كأنما يجيج في بطن نار جنة هذا تعميم بالتحريم وخص بهذه الأدلة والأحاديث اغاظة الكفار دين ندين الله يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حيت ضنينا به فضنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثير يا أخيا حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وذابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم فإن الهموم بقدر الهمم أهل